تتحدث مصادر دبلوماسية وسياسية حول إرجاء زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن والتي تأخرت كثيرا منذ توليه المنصب في أكتوبر تشرين الأولى الماضي وقالت المصادر أن زيارة تعتبر إجراءا بروتوكوليا اعتاد عليه جميع رؤساء الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 في الأشهر الأولى لتسنمهم السلطة إلا أن زيارة السوداني بصفته رئيسا لحكومة منبثقة عن تحالف سياسي هو الإطار التنسيقي والذي أعلن في أكثر من مناسب مناهضته للولايات المتحدة والعمل على إزاحة وجودها العسكرية في البلاد قد تخرجها من سياقها المعتادة هذه المرة خصوصا أن ملافات السوداني التي يريد وحملها إلى واشنطن لن تكون مقبولة أمريكيا